خلينا نبتدي الأول بالأهلي بما أنه يعني الشغل الشغل للأهلي والنهاردة والمسابقة لسه قدامها تقريبا شهر من النهاردة عشان تبدأ ولسه غير واضحة المعالم زي ما بيقولوا خلينا نبتدي بالأهلي ومركاته الأهلي موسم انتقالات صيفي سواء صفقات بيع وصفقات شراء أو صفقات عودة من أعراض أهم الأسماء من وجهة نظركم ومين أكتر الأسماء اللي انتوا ترهنوا عليها أنها مع مارس الكولر تكون إضافة قوية جدا لسكوادر أهلي في المسلم الجديد تسمح لي أبدأ بحمادة؟ تفضل يا الله حمادة والله أنا شايف أن المركاته في المدر الأهلي السنة دي مركاته كويس الأهلي ومارس الكولر بالأخص بيتحركوا بشكل مش كمي ولكن هو تدعمات مماكن معينة وده وفقا للسيستم المحدود وفيه طبعا أندية كتير بتروح تشتي كم لعيبة كبيرة والحاجات دي بتبقى بالنسبة للجمهور مقلقة مش مقلقة بالعكس هو الجمهور بيحب الحاجات دي أو الجمهور نفسه يصحف يوم يقولك الأهلي مثلا تعاقد مع عشر لعيبة ولكن الناس فاكروا أن دي حاجة كويسة ولكن لأ طول ما انت عندك قائمة رئاسية من اللعيبة وقائمة هي أحسن لعيبة في مصر فأنا مش محتاج أن أتحرك في حاجات كتير لأ أنا محتاج أتحرك في حاجات معينة والأهلي فعلا بيتحرك بيتحرك بشكل مثلا كلاس A وكلاس B وشفنا مثلا الأهلي مبارح تعاقد مع صلاح محسن أو رجعوا تاني من الأعارة كويس وشفنا كمان الأهلي تعاقد مع إمام عشور وشفنا تعاقد مع رضا سليم دول أبرز الصفقات اللي جاد طبعا مع كريم ندفت وهالأهلي كمان طيب